بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب إغاثة اللاثان في مصائل الشيطان الإمام بن القيم التوزية رحمه الله الدرس 101 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل والفلاسفة لا تقصر بهمة من الأمم بل أمم جائر الأمم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفلاسفة جمع فيلسوف والفيلسوف معناه محب الحكمة فيلة يعني محب السوف عن الحكمة فهم يزعمون أنهم يبحثون عن الحكمة ولذلك استغنوا بالفلسفة عن دين الأنبياء استغنوا بالفلسفة عن دين الأنبياء فصاروا يزعمون أنهم خير من الأنبياء لأنهم عرفوا ووصلوا إلى ربهم من دون الأنبياء هكذا قال لهم الشيطان وقال لهم شياطينهم من أهل الضلال هذه هي الفلسفة وهؤلاء هم الفلاسفة وهم منتشرون في الهند وفي غيرها من البلاد ولما جاء الإسلام والحمد لله قاومهم وهتك أستارا وبين ما عندهم من المنكرات فأصبحوا لا قيمة لهم عند أهل الإيمان نعم والفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم بل هم موجودون في سائر الأمم وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة اليونان فهم طائفة من طوائف الفلاسفة ومن البلاء الآن أنهم يريدون أن يقرروا الفلسفة في المدارس وفي دور العلم عندنا ولكن ذلك لن يكون إن شاء الله نعم وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة اليونان فهم طائفة من طوائف الفلاسفة وهؤلاء أمة من الأمم لهم مملكة وملوك وعلماؤهم فلاسفتهم ومن ملوكهم الإسكندر المقدوني وهو ابن فيلبس وهو ابن فيلبس وليس هو بالإسكندر ذي القرنين الذي قص الله تعالى نبأه في القرآن بل بينهما قرون كثيرة وبينهما في الدين أعظم تباين الإسكندر المقدوني هذا هو كبير الفلاسفة الإسكندر المقدوني هو كبير الفلاسفة وأما الإسكندر الذي هو ذو القرنين فهذا مسلم ومن الدعاة لله ملك ملك عادل وملك مسلم قص الله خبره بالقرآن العظيم وتجوله في المشرق والمغرب يدعو إلى الله عز وجل نعم بل بينهما قرون كثيرة وبينهما في الدين أعظم تباين فذو القرنين كان رجلا صالحا موحدا لله تعالى يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكان يغزو عباد الأصنام وبلغ مشارق الأرض ومغاربها وبنى السد بين الناس وبين يجوج وماجوج نعم هو الذي بنى السد بين يجوج وماجوج وهؤلاء قوم أهل فساد وأهل بأس وانتقام فطلبوا منه أن يبني بينهم وبينهم سدا يمنعهم من أذية المسلمين والخروج والخروج على المسلمين قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فالنجعل لك خرجا يعني إعانة ومالا تجعل بيننا وبينهم سد ومسلمين قال ما مكن فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردم آتوني زبر الحديد فلما ساوى بين الصدفين يعني بين الجبلين بزبر الحديد قال انفخوا انفخوا النار عليها فنفخوا عليها فاشتعلت نارا وأذابت الحديد أذابت الحديد حتى سد ما بين الجبلين وكانت وكان هذا السد أملس لا يستطيعون الصعود عليه ولا يستطيعون نقبه وخرقه قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء أمر ربي جعله دكاء في يوم القيامة يندك هذا السد ويخرجون على الناس يخرجون على الناس والعياذ بالله ويحصل منهم قتل الذريع في المسلمين حتى ان المسلمين في وقته يتحصنون يتحصنون منهم ولا يخرج من المسلمين أحد تحصنون منهم لأنهم يقتلون من ظفرو به ثم إن الله جل وعلا يسلط عليهم النغف وهو النغف لسمى السروا السروا في أعناقهم فماتوا عن آخرهم وخرج المسلمون من حصارهم خرج المسلمون من حصارهم وراح الله المسلمين منهم نعم وأما هذا المقدون فكان مشركا يعبد الأصنام هو وأهل مملكته وكان بينه وبين المسيح نحو ألف سنة وستمائة سنة والنصارى تؤرخ له وكان تؤرخ له لهذا 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 الفاسد نعم وكان أرصط يعني يعتبرون من الحوادث لأن من عادة الأمم أنها تؤرخ بالحوادث التي تمر عليها ومن أعظم الحوادث وجود هذا الملك الفاجر نعم وكان أرصط طاليس وزيره وكان أرصط طاليس وزيره وكان مشرك أرصط هذا أرصط والمعروف وكان وزيرا لهذا الملك الفاجر نعم وكان أرصط طاليس وزيره وكان مشرك يعبد الأصنام وهو الذي غزى دار ابن دار ملك الفرس في عقر داره ففل عرشه ومزق ملكه وفرق جمعه ثم دخل إلى الصين والهند وبلاد الترك فقتل وسبع نعم وكان الملك الفاجر صار معه قوة فغزى بلاد الصين قتل ملكهم وآل وآل المسلمين أشد العذى نعم وكان لليونانيين في دولته عز وسطوة بسبب وزيره أرصط فإنه كان مشيره ووزيره ومدبر مملكته وهو من اليونان أرصط من اليونان فحام دونهم واستراح اليونان من شر هذا الظالم لسبب وزيره نعم وكان بعده لليونان عدة ملوك يعرفون بالبطالمة واحدهم بطليموس 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 كما أن كسرى ملك الفرص وقيسر ملك الروم نعم كانت لليونان حضارة كانت لهم مملكة كانت لهم وكان لهم فلسفة هي التي هي التي سرت في الناس فلسفة اليونان إلى إن جاء الله بالإسلام فقاومها وأبطلها والآن في من ينادي بتقرير الفلسفة في المدارس ولكن نرجو أن لا يتم هذا نعم ثم غلبهم الروم واستولوا على ممالكهم فصاروا رعية لهم وانقرض ملكهم فصارت المملكة للروم نعم الأدوار تدور على الناس ينتصر هذا وينهزم هذا فبعد أن كان لليونان حضارتهم و قوتهم ولهم النفوذ في العالم أدال الله عليهم الروم والروم أهل الكتاب الروم أهل الكتاب قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم إذ يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المسلمون بنصر الروم على اليونان لأن الروم هل الكتاب ومنهم مسلمون مؤمنون ويوم إذ يفرح المؤمنون بنصر الله نعم ثم غلبهم الروم واستولوا على ممالكهم فصاروا رعية لهم وانقرض ملكهم فصارت المملكة للروم وصارت المملكة واحدة وهم على شركهم من عبادة الأصنام وهو دينهم الظاهر ودين آبائهم فنشأ فيهم سقراط أحد تلامذ سقراط نعم فنشأ فيهم سقراط أحد تلامذة فيثاغرس وكان من عبادهم فيثاغرس فيثاغرس أحد تلامذتي فيثاغرس نعم وكان من عبادهم ومتألهيهم وجاهرهم بمخالفتهم في عبادة الأصنام وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان عبادتها فثار عليه العامة واضطروا الملك إلى قتله فأودعه السجن ليكفهم عنه ثم لم يرضى المشركون إلا بقتله فسقاه السم خوفا من شرهم بعد مناظرات طويلة جرت له معهم ومذهبه في الصفات قريب من مذهب أهل الإثبات فقال إنه إله كل شيء وخالقه ومقدره وهو عزيز أي منيع ممتنع أن يضام وحكيم أي محكم أفعاله على النظام وحكيم أي محكم أفعاله على النظام وقال إن علمه وقدرته ووجوده وحكمته بلا نهاية لا يبلغ العقل أن يصفها وقال هذا في فغرس وقال إن تناهي المخلوقات بحسب احتمال القوابل لا بحسب الحكمة والقدرة فلما كانت المادة لا تحتمل صورا بلا نهاية تناهت الصور لا من جهة بخل في الواهب بل لقصور في المادة قال وعن هذا اقتضت الحكمة الإلهية أنها وإن تناهت ذاتا وصورة وحيزا ومكانا إلا أنها لا تتناهى زمانا في آخرها لا من نحو أولها فاقتضت الحكمة استبقاء الأشخاص باستبقاء الأنواع وذلك بتجدد أمثالها ليحفظ الأشخاص ببقاء الأنواع ويستبقى الأنواع بتجدد الأشخاص فلا تبلغ القدرة إلى حد النهاية ولا الحكمة تقف على غاية ومن مذهبه نعم أن أخص ما يوصف به الرب سبحانه هو كونه حيا قيوما لأن حيا قيوما الحي القيوم الله لا إله إلاه الحي القيوم صفتان صفتان عظيمتان فالحي هذه الصفة ترجع إليها صفة الخلق والإيجاد صفة الخلق والإيجاد التدبير لأنه سبحانه حي قيوم في قراءة قيام أي قائم بأمور عباده فيما يسلحهم وما يرزقهم وما يبقيهم فهذان الإسمان تدور عليهم أسماء الله وصفاته ولهذا جاء أن هذين الإسمين هما الإسم الأعظم هما الإسم الأعظم نعم الحي القيوم نعم ومن مذهبه أن أخص ما يوصف به الرب سبحانه هو كونه حيا قيوما لأن العلم والقدرة والجود والحكمة تندرج تحت كونه حيا قيوما فهما صفتان جامعتان للكل وكان يقول هو حي ناطق من جوهره أي من ذاته وحياتنا ونطقنا وحياتنا لا من جوهرنا ولهذا يتطرق إلى حياتنا ونطقنا العدم والدثور والفساد ولا يتطرق ذلك إلى حياته ونطقه وكلامه في المعاد والصفات والمبدأ أقرب إلى كلام الأنبياء من كلام غيره وبالجملة فهو أقرب القوم إلى تصديق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ولهذا قتله قومه وكان وكان يقول إذا أقبلت الحكمة خدمت الشهوات العقل خدمت الشهوات العقول وإذا أدبرت خدمت العقول الشهوات وقال لا تكرهوا أولادكم على آثاركم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم وقال نعم ينبغي أن نغتنم بالحياة ينبغي أن نغتم بالحياة ونفرح بالموت لأن الإنسان يحيا ليموت ثم يموت ليحيا نعم وقال قلوب المغرقين في المعرفة بالحقائق منابر الملائكة وقلوب المؤثرين للشهوات مقاعد للشياطين وقال للحياة حدان أحدهم الأمل والآخر الأجل فبالأول بقاؤها وبالآخر فناؤها وكذلك أفلاطون كان معروفا بالتوحيد وإنكار عبادة الأصنام وإفاد حدوث العالم ثم جاء من بعد فيسا غورس أفلاطون وهذا قريب من منهج الأنبياء أفلاطون قريب من منهج الأنبياء وهو على الحكمة يعني يتصف بالحكمة نعم وكذلك أفلاطون كان معروفا بالتوحيد وإنكار عبادة الأصنام وإثبات حدوث العالم وكان تلميد سقراط ولما هلك سقراط قام مقامه وجلس على كرسية وكان يقول إن للعالم صانعا محدثا مبدعا أزليا واجبا بذاته عالما بجميع المعلومات وهذا إقرار بالله عز وجل وقال وليس في الوجود رسم ولا طلل إلا ومثاله عند البهر يشير إلى وجود صور المعلومات في علمه فهو مثبت للصفات وحدوث العالم منكر لعبادة الأصنام ولكن لم يواجه قومه بالرد عليهم وعيب آلهتهم فسكتوا عنه وكانوا يعرفون له فضله وعلمه وصرح أفلاطون بحدوث العالم كما كان عليه الأساطين وحكى ذلك عنه تلميذه أرسط وخالفه فيه فزعم وصرح أفلاطون بحدوث العالم كما كان عليه الأساطين وحكى ذلك عنه تلميذه أرسط وخالفه فيه فزعم أنه قديم وتبعه على ذلك ملاحظة الفلاسفة من المنتسبين إلى الملل وغيرهم حتى انتهت النوبة إلى أبي علي بن سينا فرام بجهده تقريب هذا الرأي من قول أهل الملل وهيهات وبن سينا هذا ملحد وبن سينا هذا ملحد ولكنه متضلع في علم الحكمة والعلوم التي في وقته تضلع فيها وإلا فهو ملحد نعم حتى انتهت النوبة إلى أبي علي بن سينا فرام بجهده تقريب هذا الرأي من قول أهل الملل وهيهات اتفاق النقيضين واجتماع الضدين فرسل الله تعالى وكتبه وأتباع الرسل في طرف وهؤلاء القوم في طرف وكان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب خالق ولا رسول مبعوث جاء من عند الله تعالى هذا دين ابن سينا ليس له دين إنما هو ملحد وكان هؤلاء زنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الإلحاد المحض وهو مشهور بعلم الطب بن سينا مشهور بعلم الطب نعم وكان هؤلاء زنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الإلحاد المحض وينتسبون إلى أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وأهل بيته براء منهم نسبا ودينا وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان ويدعون أهل الإلحاد والشرك والكفران لا يحرمون حراما ولا يحلون حلالا وفي زمنهم ولخواصهم وضعت رسائل إخوان الصفاء إخوان الصفاء هؤلاء مجموعة من الملاحدة اجتمعوا ووضعوا رسائل في الفلسفة تسمى رسائل إخوان الصفاء وهي مشحونة بالكفر والإلحاد ويسمونها الحكمة هذه رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء لما خشوا من الناس في وقتهم اجتمعوا وأسروا أمرهم أخفوه وكتبوا رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء بزعمهم نعم ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير نصير الدين واصل نصير الدين لكن سمي نصير الكفر وهو شيعي هو من الشيعة وكان بالغا في الإلحاد مبلغا بعيدا نعوذ بالله ولذلك سموه نصير الكفر معه نصير التوحيد نعم ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير هولاكو شفى نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه فعرضهم وزير هولاكو الذي قتل المسلمين قتلا بريعا وأبادهم لمشورة الخبيث هذا نعم شفى نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه فعرضهم على السيد حتى شفى إخوانه من الملاحدة واشتفى هو فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين قتل الخليفة العباسي آخر العباسيين آخر العباسيين قتله هذا الخبيث وبذلك ضاعت دولة العباسيين نعم وقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إليهم وجعلهم خاصته وأولياءه ونصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الرب جل جلاله من علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وأنه لا داخل العالم ولا خارجه وليس فوق العرش إله يعبد ألبته هذا دين نصير الدين الطوسي واتخذ للملاحدة مدارس ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينة مكان القرآن نعم ابن سينة له كتاب اسمه الإشارات في الفلسفة الملحدة رام هذا الخبيث أن يجعله محل القرآن ويلزم الناس بدراسته والعمل به نعم ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينة مكان القرآن فلم يقدر على ذلك فقال هي قرآن الخواص وذاك قرآن العوام نعم القرآن اللي من الله هذا قرآن العوام وأما الخواص اللي عندهم معرفة فالإشارات كتاب الإشارات لابن سينة وبئس للظالمين بدلا نعم ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتين فلم يتم له الأمر نعم وتعلم السحر في آخر الأمر فكان ساحرا يعبد الأصنام السحر أهوى ما عنده أسهل ما عنده السحر مع عظم كفر السحر نعم وصارعه محمد الشهر الثاني في كتاب سماه المصارعة أبطل فيه قوله بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تبارك وتعالى وقدرته وخلقه للعالم الشهر الثاني له كتاب الملل والنحل أبطل فيها قول هذا الملحد الخبيث ابن سينة نعم فقام له نصير الإلحاد وقعد ونقضه بكتاب سماه مصارعة المصارع ووقفنا على الكتابين نصر فيه أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام وأنه لا يعلم شيئا وأنه لا يفعل بقدرته واختياره ولا يبعث من في القبور وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا الطوسي نعم والفلسفة التي يقرأها أتباع هؤلاء اليوم هي مأخوذة عنه وعن إمامه ابن سينا وبعضها عن أبي نصر الفارابي وشيء يسير منها من كلام أرسطو وهو مع قلته وغثاثته وركاكة ألفاظه كثير التطويل لا فائدة فيه وخيار ما عند هؤلاء فالذي عند مشركي العرب من كفار قريش وغيرهم خير منه فإنهم إلا أن كفار قريش يؤمنون بتوحيد الربوبية ويؤمنون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر أما هؤلاء ينكرون ذلك ويقولون أن الطبيعة هي التي توجد هذه الأشياء نعم وخيار ما عند هؤلاء فالذي عند مشرك العرب من كفار قريش وغيرهم خير منه فإنهم يدأبون حتى يثبتوا واجب الوجود ومع إثباتهم له فهو عندهم وجود مطلق لا صفة له ولا نعت ولا فعل يقوم به لم يخلق السماوات والأرض بعد عدمهما ولا له قدرة على فعل ولا يعلم شيئا وعباد الأصنام كانوا يثبتون ربا خالقا مبدعا عالما قادرا حيا يشركون به في العبادة إنما يشركون به في العبادة أما توحيد الربوبية فهم مقرون أنه لا خالق ولا رازق ولا يحيي ولا يميت إلا الله سبحانه وتعالى نعم فنهاية أمر هؤلاء الوصول إلى شيء برز عليهم فيه عباد الأصنام وهم فرق شتى لا يحصيهم إلا الله عز وجل وهكذا الباطل الباطل لا نهاية له يتقسم ويتنوع لأنه صابع للأفكار كل له فكر ولا يتبعون الأنبياء ولا يتبعون الوحي المنزل نعم وهم فرق شتى لا يحصيهم إلا الله عز وجل وأحصى المعتنون بمقالات الناس منهم إثنتين عشرة فرقة كل فرقة منها مختلفة اختلافا كثيرا فمنهم أصحاب الرواق وأصحاب الظلة والمشاؤون وهم شيعة أرسط وفلسفتهم هي الدائرة اليوم بين الناس وهي التي يحكيها ابن سينة والفارابي وابن الخطيب وغيرهم ومنهم الفيثة غورية ومنهم الفيثة غورية والأفلطونية ولا تكاد تجد منهم اثنين متفقين على رأي واحد ولا تكاد تجد منهم اثنين متفقين على رأي واحد بل قد تلاعب بهم الشيطان كتلاعب الصديان بالكرة ومقالاتهم أكثر من أن نذكرها على التفصيل وبالجملة فملاحدتهم هم أهل التعطيل المحط فإنهم عطلوا الشرائع وعطلوا المصنوع عن الصانع وعطلوا الصانع عن صفات كمانه وعطلوا العالم عن الحق الذي خلقه له ربه وعطلوا العالم عن الحق الذي خلقه له ربه فعطلوه عن مبدأه ومعاده وعن فاعله وغايته ثم سرى هذا الداء منهم في الأمم وفي فرق المعطلة فكان منهم إمام المعطلين فرعون فإنه أخرج التعطيل إلى العمل فصرح به وأذن به بين قومه ودعا إليه وأنكر أن يكون إله غيره نعم قال فرعون أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى هذا أشد الكفر والعياذ بالله ادعى الربو به نعم وأنكر أن يكون الله تعالى فوق سماواته على عرشه وأن يكون كلم عبده موسى تكريما وكذب موسى في ذلك وطلب من وزيره هامان معروف ما حصل بين موسى وفرعون معلوم ما حصل بين موسى وفرعون من المشادة ومن ما حاول فيه أن يقتل موسى زروني أقتل موسى يقول لقومه زروني أقتل موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد موسى يظهر في الأرض الفساد وفرعون يظهر فيها الصلاة هل انتكاس الفطر نعم لكن ماذا قال موسى لقومه عليه الصلاة والسلام وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبر إن الأرض لله أرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا فحصل ما قاله موسى عليه السلام أهلك الله عدوهم واستخلفهم في الأرض وأعطاهم الملك بعد أن كانوا مستذلين ومستعبدين وطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليطلع بزعمه إلى إله موسى عليه السلام وكذبه في ذلك وقال فرعون يا هامان وزير ابني لي صرحا صرحا يعني مرتفعا بنية مرتفعة لعلني أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه كالبا يبني بناء يصل إلى السماء ويرجع للسماء ويبحث عن إله موسى هذا كذب لكنه يريد الانتصال لنفسه والترويج على قومه نعم فاقتدى به كل جهمي مكذب نعم الجهمية على ماذا فرعون الجهمية هذه الفرقة المارقة على ماذا فرعون ينكرون الصفات ينكرون الأسمى والصفات فهم على ماذا فرعون نعم فاقتدى به كل جهمي مكذب أن يكون الله مكلما متكلما أو أن يكون فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه ودرج قومه وأصحابه على ذلك حتى أهلكهم الله تعالى بالغرق وجعلهم عبرة جعلهم الله جل وعلا بالغرق في البحر ذلك أن بني إسرائيل أن موسى خرج ببني إسرائيل خرج ببني إسرائيل من مصر فرارا بدينهم فلحق بهم فرعون وقومه حتى وصلوا إلى البحر فصار المسلمون أمامهم البحر وخلفهم العدو وخلفهم العدو وقالوا إنا لمدركون قالوا لموسى إنا لمدركون البحر أمامنا والعدو خلفنا فماذا قال موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين فأمره الله يضرب بعصاه البحر وضربه بعصاه فتجمد البحر وصار طرقا على قدر فرق المسلمين جامدا يمشون وينظر بعضهم إلى بعض لأن الماء المتجمد شفاف ينظر بعضهم إلى بعض فلما تكاملوا خارجين لحق بهم فرعون وقومه فلما تكاملوا تكاملوا داخلين أطبق الله عليهم البحر وعاد كما كان ما أن أغرقهم عن آخرهم وأنجى الله موسى وقومه نعم حتى أهلكهم الله تعالى بالغرق وجعلهم عبرة لعباده المؤمنين ونكالا لأعدائه المعطلين نعم ثم استمر الأمر على عهد نبوة موسى كليم الرحمن على التوحيد وإثبات الصفات وتكريم الله لعبده موسى تكريما إلى أن توفي موسى خصه الله بأن الله يكلمه مباشرة من غير واسطة الملك من غير واسطة جبريل كلمه الله مباشرة ويسمع موسى كلامه ويأمره وينهاه سبحانه وتعالى يا موسى يا موسى نعم ثم استمر الأمر على عهد نبوة موسى كليم الرحمن على التوحيد وإثبات الصفات وتكريم الله لعبده موسى تكريما إلى أن توفي موسى عليه السلام ودخل الداخل على بني إسرائيل ورفع التعطيل رأسه بينهم وأقبلوا على علوم المعطلة أعداء موسى عليه السلام وقدموها على نصص التوراة فسلط الله تعالى عليهم من أزال ملكهم وشردهم من أوطانهم وسبى ذراريهم كما هي عادته سبحانه وتعالى وسنته في عباده إذا أعرضوا سلط الله عليهم المجوس سلط الله المجوس على بني إسرائيل نعم فسلط الله تعالى عليهم من أزال ملكهم وشردهم من أوطانهم وسبى ذراريهم كما هي عادته سبحانه وتعالى وسنته في عباده إذا أعرضوا عن الوحي وتعوضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم نعم الآن ينادون بتقرير الفلسفة في المدارس نعم كما سلط النصارى على بلاد العرب لما ظهرت فيها الفلسفة والمنطق واشتغلوا بها فاستولت النصارى على أكثر بلادهم وأصاروهم رعية لهم وكذلك لما ظهر ذلك ببلاد المشرق سلط الله عليهم عساكر التتار فأبادوا أكثر البلاد الشرقية واستولوا عليها وكذلك كل ما ظهر الفساد في الأرض بعث الله من ينتقم لدينه من الظلم الظلم يسلطه الله على هؤلاء الذين الذين أنكروا دينهم وغيروا فيه وبدلوا سلطوا الله عليهم أدوهم الذي هو كافر لا يؤمن بالله المؤمن يخاف من الله عز وجل لكن هذا كافر ما يخاف فيبطش بهم البطشة المهلكة والعياذ بالله مثل الأخر أن الله جل وعلا يقول إذا عصان من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني نعم وكذلك في أواخر المئة الثالثة وأول الرابعة لما اشتغل أهل العراق بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد سلط الله عليهم القرامطة الباطنية فكسروا عسكر الخليفة عدة مرات واستولوا على الحاج واستعرضوهم قتلا وأسرى واشتدت شوكتهم دخلوا دخلوا مكة وقتلوا الحجاج وقتلوا الحجاج وألقوهم في بئر زمزم ثم خرجوا إليهم في عرفة وهم واقفون فقتلوهم والعياذ بالله هذا مذهب القرامطة نعم وكذلك في أواخر المئات الثالثة وأول الرابعة لما اشتغل أهل العراق بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد سلط الله عليهم القرامطة الباطنية فكسروا عسكر الخليفة عدة مرات واستولوا على الحاج واستعرضوهم قتلا وأسرا واشتدت شوكتهم واتهم بموافقتهم في الباطن كثير من الأعيان من الوزراء والكتاب والأدباء وغيرهم واستولى أهل دعوتهم على بلاد الغرب واستقر الدار مملكتهم بمصر وبنيت في أيام الأولى الفاطنيين نعم وبنيت في أيامهم القاهرة واستولوا على الشام والحجاز واليمن والمغرب وخطب لهم على منبر بغداد والمقصود أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سبب دمارهم وزوال مملكتهم ثم بعث الله سبحانه عبده ورسوله وكلمته المسيح ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه فجدد لهم الدين وبين لهم معالمه ودعاهم إلى عبادة الله وحده والتبري من تلك الأحداث والآراء الباطلة فعادوه وكذبوه ورموه وأمه بالعظائم وراموا قتله فطهره الله تعالى منهم ورفعه إليه فلم يصلوا إليه بسوء وأقام الله تعالى للمسيح أنصارا دعوا إلى دينه وشريعته حتى ظهر دينه على من خالفه ودخل فيه الملوك وانتشرت دعوته واستقام الأمر على السداد بعده نحو ثلاثمائة سنة ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير حتى تناسخ واضمحل ولم يبقى بأيدي النصارى منه شيء بل ركبوا دينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام وراموا بذلك أن يتلطفوا للأمم حتى يدخلوهم في النصرانية فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى عبادة الصور التي لا ظل لها ونقلوهم من السجود للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الأبي والابن وروح القدس ولذلك النصارى الآن يستقبلون يستقبلون المشرق في صلاتهم يستقبلون المشرق في صلاتهم نعم وهذا ومعهم بقايا من دين المسيح كالختان والاغتسال من الجنابة كالختان والاغتسال من الجنابة وتعظيم السبت وتحريم الخنزير وتحريم ما حرمته التوراة إلا ما أحل لهم بنصها ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا الخنزير وأحلوا السبت وعوضوا منه وعوضوا منه يوم الأحد وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة وكان المسيح عليه السلام يصلي إلى بيت المقدس فصلوا هم إلى المشرق ولم يعظم المسيح عليه السلام صليبا قط فعظموهم الصليب وعبدوه والصليب هو مجسم على صورة إنسان يزعمون أنه المسيح مصلوب أن اليهود قتلوه وصلبوه فصاروا صورة للمسيح مجسمة وهو مصلوب وفيهم السامير برجليه وهذا من غباوتهم أنهم فضحوا أنفسهم كان الواجب أنهم يكسرون كل صليب على وجه الأرض لأنهم فضيحة عليهم ومع هذا يفتخرون به ويعلقونه الصليب ناقل ولم يصوم المسيح عليه السلام صومهم هذا أبداً ولا شرعه ولا أمر به ألبتة بل هم وضعوه صوم يوم السبت يعني ناقل بل هم وضعوه على هذا العدد ونقلوه إلى زمن الربيع فجعلوا ما زادوا فيه من العدد عوضاً عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية أي نعم يبون البراد نقلوا الصوم من وقته إلى وقت الربيع والبراد وزادوا فيه تعويضاً عن النقل هذا زادوا فيه زادوا جمعوا بين الزيادة والتغيير والعياذ بالله نعم وتعبدوا بالنجاسات وكان المسيح نعم والنصارى يتعبدون بالنجاسات يظنون أن هذا تواضع وفيه عبادة لله عز وجل أنهم يتواضعون يلطخون أنفسهم بالنجاسات ولا يتطهرون منها نعم وتعبدوا بالنجاسات وكان المسيح هذا من إهانة الله لهم نعم وتعبدوا بالنجاسات وكان المسيح عليه السلام في غاية الطهارة والطيب والنظافة وأبعد الخلق عن النجاسة فقصدوا بذلك تغيير دين اليهود ومراغمتهم فغيروا دين المسيح وتقربوا إلى الفلاسفة عباد الأصنام بأنوافقوهم في بعض الأمر ليرضوهم به وليستنصروا بذلك على اليهود ولما أخذ دين المسيح عليه السلام في التغيير والفساد اجتمعت النصارى عدة مجامع تزيد على ثمانين مجمعا ثم يتفرقون يريدون يصلاحه يريدون يصلاح ما فسد من الدين نعم ولما أخذ دين المسيح عليه السلام في التغيير والفساد اجتمعت النصارى عدة مجامع تزيد على ثمانين مجمعا ثم يتفرقون على الاختلاف والتلاعن يلعن بعضهم بعضا حتى قال فيهم بعض العقلاء لو اجتمع عشرة من النصارى يتكلمون في حقيقة ما هم عليه لتفرقوا عن أحد عشر مذهبا حتى جمعهم قسطنطين الملك آخر ذلك من الجزائر والبلاد وسائل الأقطار فجمع كل بترك وأسقف وعالم نعم آخر ذلك حتى جمعهم قسطنطين الملك آخر ذلك من الجزائر والبلاد وسائل الجزائر يعني الجزر ما هي بالجزائر البلد المعروفة الجزر نعم والبلاد وسائل الأقطار فجمع كل بترك وأسقف وعالم فكانوا ثلاثمائة وثمانية عشر فقال أنتم اليوم علماء النصرانية وأكابر النصارى فاتفقوا على أمر تجتمع عليه كلمة النصرانية ومن خالفها لعنتموه وحرمتموه فقاموا وقعدوا وفكروا وقدروا واتفقوا على وضع الأمانة التي بأيديهم اليوم وكان ذلك بمدينة نقنية أو نقية سنة خمسة عشرة من ملك قسطنطين وكان أحد أسباب ذلك أن بطريق الإسكندرية منع أريوس من دخول الكنيسة ولعنة فخرج أريوس إلى قسطنطين الملك مستعديا عليه ومعه أسقفان فشكوا إليه وطلبوا مناظرته بين يدي الملك فاستحضره الملك وقال لأريوس اشرح مقالتك فقال أريوس أقول إن الأب كان إذ لم يكن الإبن ثم أحدث الإبن فكان كلمة إن الأب يعني الله جل وعلا نعم فقال أريوس أقول إن الأب كان إذ لم يكن الإبن ثم أحدث الإبن فكان كلمة له إلا أنه محدث مخلوق ثم فوض الأمر إلى ذلك الإذن المسمى كلمة فكان هو خالق السماوات والأرض وما بينهما كما قال في إنجيله إذ يقول وهب لي سلطانا على السماوات والأرض وهب لي سلطانا على السماوات والأرض فكان هو الخالق لهما بما أعطي من ذلك ثم إن تلك الكلمة بعد اتحدت من مريم العدراء ومن روح القدس فصار ذلك مسيحا واحدا فالمسيح الآن معنيان كلمة وجسد إلا أنهما جميعان إلا أنهما جميعا المسيح كلمة سمي كلمة لأنه وجد بكلمة قوله يكن بقوله يكن كلمة سمي كلمة الله ليس له أب وإنما خلق بكلمة سمي كلمة الله نعم فالمسيح الآن معنيان كلمة وجسد وعبادة الأب الخالق كفرا وعبادة الإبن المخلوق إيمانا فاستحسن الملك والحاضرون مقالته وأمرهم الملك أن يلعنوا أريوس وكل من يقول مقالته فلما انتصر البطريق قال للملك استحضر البطارقة والأساقفة حتى يكون لنا مجمع ونصنع قصة نشرح فيها الدين ونوضحه للناس فحشرهم قسطنطين من سائر الآفاق فاجتمع عنده بعد سنة وشهرين ألفان وثمانية وأربعون أسقفا وكانوا مختلف الآرى متباينين في أديانهم فلما اجتمعوا كثرا اللغط بينهم وارتفعت الأصوات وعظم الإختلاف فتعجب الملك من شدة اختلافهم فأجرى عليهم الأنزال وأمرهم أن يتناظروا حتى يعلم الدين الصحيح مع من منهم فطالت المناظرة بينهم فاتفق منهم ثلاث مئة وثمانية عشر أسقفا على رأي واحد فناظروا بقية الأساقفة فظهروا عليهم فعقد الملك لهؤلاء الثلاثمائة الثمانية عشر مجلسا خاصا وجلس في وسطه وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم وقال لهم قد صلتكم على المملكة فاصنعوا ما بدى لكم مما فيه قوام دينكم وصلاح أمتكم فباركوا عليه وقلدوه سيفه وقالوا له أظهر دين النصرانية وذب عنه ودفعوا إليه الأمانة التي اتفقوا على وضعها فلا يكون عندهم نصرانيا من لم يقر بها ولا يتم لهم قربان إلا بها وهي هذه نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيء صانع ما نرى وما لا نرى وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها وليس بمصنوع إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء الذي من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس وصار إنساناً ويذلك سمون عيسى بالمخلص لأنه نزل من السماء فخلصهم من الخلاف الذي هم فيه بزعمه سمونها المخلص نعم ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس وصار إنساناً روح القدس يعني جبريل هنا وصار إنساناً وحمل به ثم ولد من مريم البتول وألم وشجا وقتلا وصلبا ودفنا وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه يسمون كنيسة القيامة في فلسطين يزعمون أن المسيح قام من قبره قام حياً من قبره وصعد إلى السماء يسمون كنيسة القيامة نعم وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء المجيء ينزل عليه السلام آخر الزمان ينزل آخر الزمان ويحكم بدين الإسلام ويكون مجدداً لدين محمد صلى الله عليه وسلم نعم وهو آخر المجددين نعم وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء ونؤمن بروح القدس الواحد وروح الحق الذي يخرج من أبيه روح محبته وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا وبجماعة واحدة قديسية جائلقية وبقيامة أبداننا والحياة الدائمة إلى أبد الأبدين فهذا العقد الذي أجمع عليه الملكية أو الملكية والنصطورية واليعقوبية وهذه الأمانة التي ألفها أولئك البتاركة والأساقفة والعلماء وجعلوها شعاراً نصرانية وكان رؤساء هذا المجمع بترك الإسكنديرية وبترك أنطاكية وبترك بيت المقدس فافترقوا عليها وعلى لعن من خالفها والتبرؤ منه وتكفيره ثم ذهب أريوس يدعو إلى مقالته وينفر النصارى ثم ذهب أريوس يدعو إلى مقالته وينفر النصارى عن أولئك الثلاثمائة والثمانية عشر فجمع جمعاً عظيماً وصاروا إلى بيت المقدس وخالف كثير من النصارى لأولئك المجمع فلما اجتمعوا قال أريوس إن أولئك النفر تعدوا علي وظلموني ولم ينصفوني في الحجاج وحرموني ظلماً وعدواناً ووافقه كثير من الذين معه وقالوا صدق فوثبوا عليه فضربوه حتى كاد أن يقتل لولا ابن أخت الملك خلصه وافترقوا على هذه الحال ثم كان لهم مجمع ثالث بعد ثمان وخمسين سنة من المجمع الأول اجتمع الوزراء والقواد إلى الملك وقالوا إن مقالة الناس قد فسدت وقلب عليهم مقالة أريوس فاكتب إلى جميع البتاركة والأساقفة أن يجتمعوا ويوضحوا دين النصرانية فكتب الملك إلى سائر بلاده فاجتمع بقسطنطينية مئة وخمسون أسقفا وكان مقدموهم بترك الإسكنديرية وبترك أنطاكية وبترك بيت المقدس فنظروا في مقالة أريوس وكان من مقالته أن روح القدس مخلوق مصنوع ليس بإله فقال بترك الإسكنديرية ليس لروح القدس عندنا معنى غير روح الله تعالى وليس روح الله تعالى شيئا غير حياته فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق فقد قلنا إن روح الله مخلوق وإذا قلنا إن روح الله مخلوق فقد قلنا إن حياته مخلوق فقد جعلناه غير حي ومن جعله غير حي فقد كفر ومن كفر وجب عليه اللعن روح مخلوق عيسى عليه السلام روح مخلوق بنفخة جبريل عليه السلام بأمر الله نفخ في جيب درعي مريم فوصلت النفخة إلى فرجها فحملت فنفخنا فيها من روحنا وفي آية أخرى فنفخنا فيه يعني في فرجها من روحنا يعني من جبريل عليه السلام فهو نفخة جبريل عليه السلام وصلت إلى فرج أمه فحملت به لذلك يسمى روح الله ويسمى كلمة الله نعم فلعنوا بأجمعهم أريوسى وإشياعه وأتباعه والبتاركة الذين قالوا بمقالته وبيّنوا أن روح القدس خالق غير مخلوق إله حق وأن طبيعة الأب والابن جوهر واحد وطبيعة واحدة وزادوا في الأمانة التي وضعها الثلاثمائة والثمانية عشر ثمانية عشر قالوا ونؤمن بروح القدس الرب المحي الذي من الأبي المنبثق الذي مع الإبن والأب وهو مسجود وممجد وكانوا في الأمانة الأولى وبروح القدس فقط وبيّنوا أن الأب والإبن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثة خواص ووحدة في تثليث وتثليث في وحدة وزادوا ونقصوا في الشريعة وأطلق بطرك والإسكنديرية للرهبان والأساقفة يقول واحد منهم من هؤلاء علمائهم يقول لنا في حيرة من قولهم ثلاثة الآلهة ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة يقول ما تصورتها عجل ستتصوره واحد ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة الواحد يصير ثلاثة أو الثلاثة يصيروا واحد هذا ما يمكن يقول حتى سمعت قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفون يقول فزال عني هذا الإشكال تماما من هذه السورة العظيمة الموجزة نعم وأطلق بترك الإسكنديرية للرهبان والأساقفة والبتاركة أكل اللحم وكانوا على مذهب ماني لا يرون أكل ذوات الأرواح فانفض هذا المجمع وقد لعنوا فيه أكثر أساقفتهم وبتاركتهم ومضوا على تلك الأمانة استأهلون نعم ثم كان لهم مجمع رابع بعد إحدى وخمسين وسنة من هذا المجمع على نص طروس وكان مذهبه أن مريم ليست بوالدة الإله على الحقيقة ولكن ثمت أثنان الإله الذي هو موجود من الأب والآخر إنسان الذي هو موجود من مريم وأن هذا الإنسان الذي نقول إن المسيح متوحد مع أب الإله وابن الإله ليس ابنا على الحقيقة لكن على سبيل الموهبة والكرامة واتفاق الإسمين فبلغ ذلك بتاركة سائر البلاد فجرت بينهم مراسلات واتفقوا على تخطيئته واجتمع منهم مئتا أسقف في مدينة أفسيس وأرسلوا إلى نص طروس بالمناظرة فامتنع ثلاث مرات فأوجبوا عليه الكفر فلعنوه ونفوه وحرموه وثبتوا أن مريم ولدت إلها وأن المسيح إله حق وإنسان معروف بطبيعة غضب له بتركوا أنطاكية فجمع أساقفته الذين قدموا معه وناظرهم فقطعهم فتقاتلوا ووقع الحرب والشر بينهم وتفاقم أمرهم فلم يزل الملك حتى أصلح بينهم فكتب أولئك صحيفة بأن مريم القديسة ولدت إلها وهو ربنا يسوع المسيح الذي هو مع أمه في الطبيعة ومع الناس في الناسوت وأنفذوا لعنى نسطورس فلما نفي نسطورس يقولون اتحدى اللاهوت بالناسوت اللاهوت الله والناسوت مريم نعم فلما نفي نسطورس شار إلى أرض مصر وأقام بإخميم سبع سنين ودفن بها ودرست مقالته إلى أن أحياها ابن صرمة مطران نصيب نصيبين وبثها في بناد المشرق فأكثر نصارى العراق والمشرق نسطورية وانفض ذلك الجمع أيضا على لعن نسطورس ومن قال بقوله وكل مجامعهم كانت تجتمع على الضلال وتفترق على اللعن فلا ينفض المجمع إلا وهم ما بين لعن وملعون عوذ بالله ثم كان لهم مجمع خامس وذلك أنه كان بالقسطينية وأنه كان بالقسطينية نقف على هذا نعم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان هذه مصائد الشيطان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل السد السد يعجوج ومأجوج هل هو معلوم المكان وأن صحيح ما يقال بأنهم هم أهل الصين لا ما هو بأهل الصين شيء لا يعلمه إلا الله والله جل وعلا أخفاه وسيظهر في آخر الزمان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لطالب العلم الاطناع على الحضارات السابقة ها هل يجوز لطالب العلم أن يطلع على الحضارات السابقة وما يعبدون حتى يكون لديه خلفية تاريخية عنهم لا ما يجوز هذا إلا لأهل العلم المتمكنين من أجل أن يبطلوا هذه الأمور ما يباع هذا لكل أحد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الأفلاطون وسقراط هل يقال بأنهم فلاسفة مسلمون موحدون وأنهم من أهل الفترة لا ليسوا مسلمين نعم فلاسفة وليسوا مسلمين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أعمل كمنسق للمواعيد بين الشركات والزبائن من أجل أن تبيع الشركات بعض منتجاتها على زبائن معينين بلغني أن هذه العقود لبعض الشركات فيها قروض ربوية هل يجوز لي أن أعمل هذا العمل كمنسق بينهم؟ قلنا لك يا أخي أن جيتنا بلفت وقلنا لك اكتب سؤالك هذا أقدم للجنة الدائمة ينظرون فيه يعطونك الجواب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول ما حكم قضاء راتبة الظهر بعد صلاة العشاء إذا نسيها الإنسان فات وقتها سنة فات وقتها ولا تقضى إنما تقضى الفريضة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول ما نصيحتكم لرجل يعمل في مكان فيه اختلاط ولا يجد مكانا بديلا يعمل فيه ويتحصل على رزقه أرض الله واسعة أرض الله واسعة يطلب الرزق في غير هذا المكان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هناك من يقول بجواز التبرك بالعلماء والصالحين استدلالا بما ثبت من تبرك الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم أثناء حياته يقول كيف الجواب عن ذلك الجواب عن هذا أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسري إلى غيره هذا خاص بالرسول لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام تبرك بشعره ويتبرك بعرقه ويتبرك بثوبه الذي يلامس بدنه هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل هذان الإسمان هي من أسماء الله عز وجل وهي النافع الضار نعم من صفات الله نعم ثم يقول رعاك الله وهل يجوز التعبيد بهما فيقول عبد النافع وعبد الضار لا لا ما هو من أسماء الله هذه من صفاته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من خارج هذه البلاد تسأل فتقول إنها امرأة متزوجة وليس في تدييها لبن فأرادت أن ترضع طفلا فذهبت لطبيبة فأعطتها علاجا يدر اللبن فأرضعتها للطفل سؤالها هل يكون الزوج أبا لهذا الطفل مع العلم بأن هذا الحليب جاء بسبب الإبرة والعلاج تكتب سؤالها وترسله للإفتاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل صحيح أن كل مشبه معطل نعم كل مشبه معطل وليس كل معطل مشبه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الشرك الأصغر هل لا بد له من توبة وأن صاحبه مخلد بالنار إذا مات كالشرك الأكبر مخلد في النار لا لكن يعذب يعذب بشركه ولا يخلد في النار لأنه من عصاة الموحدين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل يقال بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عشر مرات وبعد نعم يقال تهليلات العشر بعد المغرب وبعد الفجر نعم ثم يقول رعاك الله وأما بعد بقية الصلوات فإنه يقولها مرة واحدة فقط يقول الذكر الوارد الذكر الوارد بعد الفريضة هذا معروف موجود مدون نعم في كتب الفقه أقرب شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الجلوس على القبر وهل صحيح أنه من كبائل الذنوب نعم لا يجوز الجلوس على القبر ولا الوطي عليه ما يجوز المشي عليه ولا يجوز الجلوس عليه لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثوبه وتهضي إلى بدنه أهوى من أن يجلس على قبر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائر يقول اليسير من البول أعزكم الله هل يعفى عنه من ناحية التطهير وكذلك اليسير من البول لا لا البول ما يعفى عنه لا عن يسيره ولا عن كهيره ما دام النبول فلا يعفى عنه لازم من غسله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائر يقول رجل يوسوس له الشيطان دائما بوساوس عظيمة بحق الله عز وجل كيف يستطيع الخلاصة من هذه الوساوس وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله استعذ بالله ويزول عنك إن شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائر يقول البسملة هل هي آية من الفاتحة وهل يجب قراءتها في الصلاة خلاف بين العلماء المالكية يرون أنها الشافعية الشافعية يرون أنها من الفاتحة والجمهور على أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم أن يقتني الإنجيل ويقرأ فيه ليعرف كلام الله لعبده المسيح عليه السلام لا لا يجوز هذا لألا يستحسن ما فيه ويعتقد ما فيه منسوخ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه أمرأة تسأل فتقول أنا أمرأة يتساقط شعر رأسي فقيل لي إذا قصرتي منه وقصصتيه فإنه لا يتساقط هل يجوز لي تقصير الشعر إلى الكتف لهذا السبب تراجع الأطباء تسألهم عن ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرت شخصا بما يكره لكن عند شخص لا يعرفه فهل يعد هذا من الغيبة نعم استغفروا استغفر الله واطلب من من تكلمت فيه المسامحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم بيع الكلاب لأجل الحراسة ما هو يباع الكلب نهس الله عليه وسلم عن ثمن الكلب فلا يباع الكلب لكن يأخذ مقابله يعني شيء ما هو بيع وإن ما هو مقابل الهدية لا بس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل مريض وهو جار للمسجد ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد سؤاله هل له أن يأتم بصلاة الإمام خصوصا أن صوت الإمام يصل إليه في بيته لا ما يصلي في بيته وراء الإمام وبينهم شوارع وبينهم ما يصلح هذا إنهم شوارع وسيارات فهو منقطع عن الإمام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم وضع المسلم المال داخل المصحف حتى يكون محفوظا لا يجوز هذا يتخذ المصحف يعني محفظت لك يصلح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز استعمال الصحف والجرائد في تكون كسفرة أو في لف الخبز وغير ذلك لا التي في ما تخلو الصحف والجرائد لا تخلو من لفظ الجلالة لا تخلو من آية لا تخلو من حديث يصلح هذا لا تخلو من كلام أهل العلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز منادات عبد الرحمن بعبود وعبد العزيز بعزوز لا قال عبد الله وعبد الرحمن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول قارئ القرآن إذا سلم عليه هل يجب أن يرد السلام لا ما يجب عليه ما يجب عليه يقطع القرائه ويرد السلام ولا يسلم عليه الذي يدخل ما يسلم على القارئ نعم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم تقبيل المصحف عند الانتهاء من القراءة لا أصل لذلك تقبيل المصحف ليس له أصلا إلا عن بعض الصحابة أنه كان يقبل المصحف نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم تطويل الأظافر بالنسبة ما حكم تطويل الأظافر بالنسبة للرجال والنساء لا يجب سائل لا تزيد الأظافر عنه أربعين يوم أربعين يوم ما تزيد عليها نعم لكن الآن يركبون الأظافر الآن يركبون الأظافر والعياذ بالله لوصل لا يجوز الوصل لعنى الواصلة المستوصلة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من نسي أذكار الصحابة